موسيقى مشاهدين أهلا بكم وهذه الحلقة من الصحافة اليوم هذا البرنامج الذي يتناول أهم وآخر الأقبار الصادرة في الصحف والمجلات المصرية الصحيفة التي نتجاول بين أخبارها اليوم هي روزة اليوسف ومعنا للتعليق على الأقبار الأستاذة مريم الشريف الكاتبة الصحفية بالجريد أهلا بك يا فنت أهلا بحضرتك البداية مشاهدين ستكون مع مؤتمر الإرهاب والتنمية الاجتماعية الذي افتتحه السيد رئيس الوزراء ويستمر على مدار يومين هذا الخبر يقول رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر الإرهاب والتنمية الاجتماعية في شرم الشيخ يعني بدون شك التنمية الاجتماعية أحد المحاور الأساسية لمكافحة الإرهاب بالتأكيد التنمية الاجتماعية أحد وسائل مكافحة الإرهاب والحقيقة الإرهاب بيقضي على أي تنمية وأي تطور وأي ارتقاء بالمجتمع بالفعل افتتح المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء المؤتمر فعاليات الإرهاب والتنمية الاجتماعية تحت عنوان الأسباب والعلاج المؤتمر دوت بيتم بالاشتراك بين جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي وعدد من وزراء التنمية الاجتماعية في مختلف الدول العربية طبعا محاول المؤتمر دوت اللي هو بيستمر على مدار المفترض اليوم التلاتة هو على مدار يومين الاثنين والسلساء بيتناول طبعا قضية الإرهاب طبعا ملف الإرهاب ده بقى ملف شائق جدا جدا زي ما قلنا بيقضي على أي تنمية اجتماعية وأي تطور في أي بلد ملف الإرهاب يمكن من خطورته وضعوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قائمة أولوياته على رأس أولوياته طبعا مصر ليست مصر فقط اللي بتعاني من إرهابه إنما العالم كله يعني فرنسا وألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عانت من العمليات الإرهابية وده يمكن برضو مش هيغير رأي الكثير من كتابنا الكبار ورأيي أنا كمان شخصيا أن أمريكا هي اللي صنعت الإرهاب و هي اللي صنعت داعش لكن زي ما بيقولوا طباخ السم بيدوقوا للأسف طبعا أنا طبعا من هذا المكان بعزي الإخوة الأقباط والحياة بعزي مصر كلها بما حدث صحيح المصريين جميعا بما حدث في سيناء من تهجير لعدد من الأسر القبطية بسبب الجماعات الإرهابية داعش والحقيقة القضية ليست مسلم ومسيحي والحقيقة القضية إرهاب للمجتمع الصينائي بأكمله صحيح خلينا ننتقل للخبر التالي وهو يتحدث عن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل ولقاءه مع سفير كرواتسا بي القاهرة هذا اللقاء الذي تم خلاله بحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الخبر يقول وزير الصناعة يبحث الإعداد لزيارة رئيس الكرواتسا لمصر خلال الفترة المقبلة يمكن اللقاء يعني أتى لبحث سبل التعاون بين البلدين وأيضا للإعداد لزيارة رئيس الكرواتسا بالفعل التقى المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة بالسفير الكرواتي جيفاروسوي طبعا ده لبحث سبل التعاون بين البلدين بين مصر وكرواتيا وأي اقتصاد وأي تعاون بين مصر وأي دولة أخرى طبعا ده شيء مهم جدا وشيء يسعد أي مواطن مصري بوجود دعم ووجود استثمارات ومشروعات اقتصادية قادمة من دول أخرى في مصر ده طبعا زي ما حضرتك قلت تمهيدا لزيارة كولين ده رئيسة الجمهورية الكرواتية لمصر الفترة المقبلة والحقيقة هي تيجي على رأس وفد من كبار المستثمرين المفترض أن هم هيشوفوا كيفية الاستثمار في مصر الحقيقة للتبادل التجاري بين مصر وكرواتيا كبير يمكن في 2016 الإحصائية بتقول حجم التبادل حوالي 179 مليون يورو مقارنة عام 2015 حجم التبادل حوالي 139 مليون يورو أهم صدرات مصرية لكرواتيا وأهم الواردات من كرواتيا إلى مصر الحقيقة في صدرات وواردات كبيرة بين البلدين يعني مثلا مصر بتصدر بعض المنتجات الغذائية زي البطاطس زي الخضر التازجة أما بقى الواردات من كرواتيا لمصر بنستورد الخشب بنستورد بعض الأغذية زي التفاح الكوميثرة وغيرها خلينا ننتقل للخبر التالي وهو يتحدث عن حملات من أجل إعادة انضباط للشوارع بالقاهرة هذا الخبر يقول القاهرة تواصل حملاتها على كافيات مصر الجديدة التفاصيل يا أستاذ مريم الحقيقة يعني ليس اليوم بدأت مدريت أمن القاهرة والشرطة في تعرف على الكافيات والمقاهي المخالفة هي بقى لها فترة يمكن من الحادث المأساوي اللي حصل فترة منتخب مصر ومباراة مصر مع الكاميرون بعد حادث مقتل الشاب في أحد مقاهي مصر الجديدة على يد أحد العاملين في المقاه بسبب فلوس بسبب الحساب طبعا ده كان حادث مأساوي جدا وكنت أتمنى أن وزارة الدخلية تقوم بحملات تفتشية من وقت أطول من كده لأن في كثير من المقاهي والكافيهات غير مرخصة وبالفعل قفلوا النهاردة مقهى في النزهة منطقة النزهة ومنطقة المعادي وفي منطقة عبدين أيضا كنت أتمنى طبعا أن الحملة دي تتم من وقت أطول من كده وخصوصا أن في كثير من المقاهي مخالفة وغير مرخصة وخصوصا أن المقاهي دعني خليل أسأل حضرتك يا أستاذة مريم هل تعتقد أن الضوابط الموضوع من أجل فتح هذه المقاهي كافية؟ لا بمعنى إيه السؤال؟ هل تعتقد أننا في حاجة إلى مزيد من الضوابط ومن أجل فتح مش بسهولة يتم فتح مقهى مش في أي مكان مش لأي شخص يتقدم بمثل هذا الطلب؟ هل تعتقد أننا في حاجة إلى مزيد من الضوابط بالفعل من أجل فتح هذه المقاهي؟ لحقيقة حضرتك الضوابط موجودة والقوانين موجودة لكن المشكلة عند التطبيق أنا بطالب طبعا محافظ القاهرة وكافة المحافظين في جمهورية مصر العربية أن هم يهتموا بذلك الأمر لازم القانون يطبق طبعا ممنوع أن يبقى فيه مقهى أو كافي يتم فتحه بدون ترخيص لكن مع عدم موجود التزام بالقوانين كل واحد يفتح مقهى مخالف وبدليل أن الشرطة قفلت النهاردة أكثر من مقهى بسبب عدم حصولهم على ترخيص وفي عدد من المقاهي الحقيقة لفتل النظر موجودة على دفاف النيل يعني كثير منها أيضا لم يحصل على ترخيص وحتى أشكال المقاهي بتدل على ذلك الأمر وكثير من المقاهي بالفعل تم فتحها يعني المقاهي عادتها كبير جدا في القاهرة بالتحديد طبعا كثير طبعا كثير طبعا خلينا ننتقل للخبر التالي وهو بتحدث عن الاتصالات والتموين من أجل تنقية وتحديث بيانات المواطنين وإيصال الدعم لمستحقين الخبر يقول وزيرة الاتصالات والتموين والتجارة الداخلية يتفقاني على تحديث قواعد بيانات المواطنين يعني بالفعل حتى يصل الدعم لمستحقين محتاجين لبيانات محدثة بيانات مدققة يعني تعليق حضرتك بالفعل التقى سيادة وزير الاتصالات بسيادة وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي مسلحي عشان أولا بحث التعاون بين الوزارتين نتمنى طبعا أن ده يحصل بالإضافة لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين طبعا ده من أجل وصول الدعم لمستحقي وتحقيق العدلة الاجتماعية العدلة الاجتماعية اللي قامت على أساسها الصورتين صورة يناير وصورة 30 يونيو المجيدة طبعا أحب بالفت انتباه أن فيه كثير من البطاقات التموينية وكثير من الأشخاص تم استبعادهم من بطاقة التموين لأنهما كانوا بياخدوا ما لا يستحقوه يعني بطاقة التموين بتوجه لمحدود الدخل وأشخاص معينين اللي هما الغير قادرين اللي الحكومة بتحاول أن هي تقف جنبهم وتساعدهم في الحصول على لقمة العيش وبالتالي أعتقد أن تصحيح وتحديث قاعدة البيانات هيكون مهمة جدا وهيكون في صالح كل المواطنين لتحقيق العدلة الاجتماعية بالإضافة أن حاب ألفة انتباه أن تم ضبط خلال يناير الماضي 2017 حوالي 119 بطاقة تموينية محتجزة داخل مخبز وبالفعل تم إغلاق هذا المخبز وتشميعه بسبب استيلاء صاحب المخبز على هذا العدد الهائل من البطاقات التموينية طبعا لاستيلاء على الدقيق المدعم لصالحه وبيعه طبعا في السوق يمكن كان في حديث سابق كان هناك من يقول أن هذه التنقية ستتم على عدة مراحل أو يمكن على مرحلتين بالتحديد تم الانتاء بالفعل من المرحلة الأولى ويتم حاليا العمل على المرحلة الثانية ما هي ملامح المرحلة الأولى وما هي ملامح المرحلة الثانية؟ الحقيقة الوزارة وزارة الاتصالات أو بالأصح وزارة التموين والتجارة الداخلية لأنها الموضوع بالأساس عندها لم يتم الإعلان عن بيانات هذه المراحل لكن قيل أنها سيتم تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين وفقا بيشوفوا الموظف وفقا لدخل هذا الرب الأسرة أو ربة الأسرة في حالة وفاة الزوج وبيحاولوا وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين في مصر ضحق في العدال الاجتماعي نتمنى أكيد مشاهدين التالي يتحدث عن شؤون المصريين بالخارج ويقول مدكرم للمصريين بالسودان نسعى لتنفيذ الشباك الواحد والكارت القنصلية لخدمة المغتربين يعني تصريحات الوزيرة كانت خلال تواجدها ومشاركتها بمؤتمر علماء السودان بالخارج واللي وقت في الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري فخلينا نبدأ الحديث عن مشاركة السيدة الوزيرة في هذا المؤتمر الحقيقة أنا بشيد بأداء السيدة الوزيرة نبيلة مكرم في البداية لأنها بالفعل مهتمة كثيرا بشؤون المصريين في الخارج وحريصة دائما على التواصل معهم من خلال الوزارة طبعا السيدة الوزيرة كانت أعلنت في البداية عن المساق الوطني الأول اللي أطلقته وزارة الهجرة والشؤون المصريين في الخارج المساق الوطني ده عبارة عن مجموعة من المبادئ للم شامل المصريين في الخارج توحيد صفوفهم بالإضافة لوقف التناحر والتشاجر بين بعض المصريين للأسف بنشوف أحيانا بعض المشاجرات بين المصريين في الخارج فأنا بشيد جدا جدا بالمساق الوطني لأول مرة يتم استخراج مساق وطني بهذا الشكل ونتمنى إن شاء الله أنه يتحقق طبعا فضلا عن الشباك الأول سيدة ده ده خليني بالفعل يعني يقودني بالسؤال الثاني لأن السيدة الوزيرة تحدثت عن موضوعين أساسيين من أجل التسير على المواطنين بالخارج الشباك الواحد والكارتر القنصري خلينا نبدأ بالشباك الواحد الشباك الواحد عبارة عن شباك خاص بشؤون المصريين في الخارج هيكون موجود في مصلحة الأحوال المدنية هنا في مصر بيحاول يعني مجرد أن المواطن المصري لدى زيارته لأرض الوطن بيحاول ينهي أموره في أسرع وقت يخلص أي ورق عليه بسهولة لأنهما بيعانوا الحقيقة لما بيجوا هنا مصر مثلا فيه بعض الأوراق وبعض الروتين طبعا للأسف يعني اللي موجود فالورق ده ده بيحاول أن هو يخلص لهم أمورهم بسهولة فنتمنى بجد أن الشباك ده ده اللي أعلنت عنه سيادة الوزيرة أنه هو يتم تفعيله في أقرب وقت ممكن صحيح كارت القنصولي بقى بالنسبة لكارت القنصولي هو عبارة عن كارت بيكون موجود مع المواطن المخترب المواطن المسر المخترب بيتضمن مميزات ومعلومات وهو عبارة عن مستند يعني مستند هو طبعا يعني مستند بيقدمه المواطن المخترب في البلد الموجود بها فيها أهم البيانات عنه فيها صحفته الجنائية فيها كل حاجة عنه لكن طبعا لا تغني عن أي عن الأوراق البقية يعني لأنكي ناس ممكن تفهم أن دي بتغني على الأوراق التانية المصوبة ممكن يسفيد منه بإيه بحدي هو الحقيقة لسه لم يتم أيضا الإعلان عن كله لأن ده مراحل مبدئية لسه بيتم الإعلان عنها لكن مزال لم يتم تفعيله ولم يتم الإعلان عن أهم البرنامج اللي بيتضمنه هذا الكارت القنصولي سوى أنه هو يضمن عن معلومات ومستندات لكن لا تغني على الأوراق الأخرى اللي بتطلبها الدولة من المواطن المصري المخترب بها طب يعني من وجهة نظرك أستاذ مريم المختربين المصريين في الخارج هل يعني حقوقهم بالفعل هم يحصلون على حقوقهم كاملة أم نحن في حاجة إلى يعني أم هم في حاجة إلى بزيد من الحقوق الحقيقة أنا زي ما بدأت الكلامي أنا بشيت بأداء سيادة الوزيرة نبيلة مكرم لأن الحقيقة منذ توليها الوزارة وهي بتهتم جدا وحريصة جدا على التواصل مع المواطنين المصريين بالخارج يمكن قبل هذه الوزارة طبعا كانت حقوق المصريين غير يعني مصريين لم ينالوا كل حقوقهم في الخارج وحقوقهم مهضرة لكن سيادة الوزيرة بتحاول بتحاول أن هي توصل لهم حقوقهم بس أهم حاجة أن هم لو في أي حاجة مدايقة أو في أي حاجة بالنسبة لعملهم في الخارج المهم أن هم يتكلموا يتكلموا في هذا الأمر لأن للأسف في مصريين بتسكت يعني عن انتهاك حقوقهم وشوفنا طبعا على مدار الفترات السابقة في بعض دول عربية للأسف بيتم انتهاك حقوقهم وسيادة الوزيرة أنا سمعتها شخصيا هي بتتكلم في أحد البرامج التلفزيونية وبتطلبهم أن أي مصري بيتعرض لأي انتهاك لحقوقه لازم يتصل ولازم يتواصل مع السفارة ويتكلم لكن للأسف فيه مصريين بيسكتوا بيقولوا لأ نكمل في عملنا من أجل لقبة العيش صحيح مشاهدينا التالي هتحدث عن فرص الاستثمار في محافظة البحر الأحمر ولقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمحافظة البحر الأحمر لبحث هذا الموضوع هذا الخبر يقول ناصر تبحث مع محافظة البحر الأحمر عقد مؤتمر استثماري يعني بالفعل هذا اللقاء مع محافظة البحر الأحمر بيأتي ضمن خطة للوزارة من أجل رسم خريطة استثمارية لمحافظات الجمهورية جميعها يعني هذه الخطة بتقوم على مقاومات كل محافظة على حجم تعالي حضرتك بالفعل التقد دكتورة سحر ناصر مع اللواء أحمد عبد الله محافظة البحر الأحمر لبحث سبل تطوير المحافظة وإقامة عدد كبير من المشروعات حوالي سبع مشروعات ستقام المفترض في محافظة البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة تقدر بسبعة مليار جنيه الحقيقة هي مشروعات جيدة جدا ومحافظة البحر الأحمر أنا باعتبرها من المحافظات السياحية الحقيقة والمحافظات الجاذبة للسياح نتمنى إن شاء الله أن المشاريع دي تتم على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة وخاصة أن السياحة مصر في حاجة كبيرة جدا جدا للسياحة وفي حاجة كبيرة جدا جدا لاسترداد سياحتنا وخاصة أن نحن على مدار أربع خمس سنوات فاتوا لما مرت بمصر والشرع المصري من أحداث عصيبة أدى طبعا إلى قلة السياحة واللي هي أساس الاقتصاد والدخل القومي المصري نتمنى إن شاء الله تعود صحيح يمكن يا فندم الخبر بيتحدث عن عقد مؤتمر استثماري تحدث عنه الجانبان بالفعل من أجل دعم الاستثمار في المحافظة حدثين عن هذا المؤتمر بالفعل حدث المؤتمر وتحدثوا أن المفترض زي ما قلت لحضرتك فيه مشروعات بصدد إقامتها داخل محافظة البحر الأحمر مشروعات استثمارية ومشروعات أخرى سياحية وكما قلت لحضرتك أن المشروعات ستتكلف حوالي أربعة مليار جنيه ونتمنى إن شاء الله أن المشروعات دي تتم خلال الفترة المقبلة لأن مهم جدا جدا الاهتمام بكل محافظة داخل مصر وخاصة المحافظات السياحية مثل محافظة البحر الأحمر يمكن أيضا خلال هذا اللقاء أكدت الوزيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأكد المحافظة وأوضح المحافظة من جانبه أنه تم تحديد وتخصيص أماكن معينة في المحافظة بالغردقة وسفاجة والقصير من أجل هذه المشروعات أو بالفعل عدد محدد منها المشروعات الصغيرة دي بتتسم بيها جمهورية مصر العربية وبعض أبناء مصر بيهتموا جدا جدا بالمشروعات الصغيرة المشروعات اليدوية والاكسسوارات والملابس اليدوية فنتمنى طبعا أن تتم هذه المشروعات وليست فقط في محافظة البحر الأحمر المشروعات موجودة حاليا هنا في القاهرة وموجودة في أكتر من محافظة يمكن عجبني جدا نقطة الشباب اللي هما بيحاولوا يكسروا الملل وبيحاولوا أن هما يتغلبوا على أمر البطالة وبيتجهوا لهذه المشروعات للعمل في هذه المشروعات وطبعا ليس عيب يعني رغم يعني ما بيقولوش عيب مؤهلات عليا ومؤهلات كبيرة لا بيلاقيهم بيتجهوا لهذه المشروعات كنوع من التجارة وبالفعل بتربح هذه التجارة وليست فقط المصريين اللي بيحبوا هذه الشراء من المنتجات اليدوية وإنما السياح أيضا بيحبوا كثير بيحبوا جدا هذه المنتجات اليدوية تبودبيل خلينا أسأل يعني المشروعات السياحية بالتحديد ألا تعتقد أنها يعني أحد أهم أنواع المشروعات التي يجب أن يكون لها دعم خاص في محافظة مثل البحر الأحمر بالتأكيد بالتأكيد المشروعات السياحية وخاصة في محافظة كما قلت لحضرتك أن أنا بعتبرها محافظة سياحية اللي بيحبوا من سفاجة والغرداء فبالتأكيد المشروعات السياحية وليس فقط المشروعات اليدوية وليس فقط المشروعات الصغيرة وإنما أيضا مشروعات التمثيل الأسرية والإكسسوارات وطبعا الأشياء دي السياح بيحبوا شراء هذه الأشياء واقتناءها بحيث أنها كتسكار أو ذكرى من مصر لدى عودتهم لبلادهم هل تعتقد يا فندم أن دعم الفنادق خاصة أنها كانت تعاني في هذه الفترة يعني الأخيرة بسبب هذا النقص في السياح دعم الفنادق أيضا يعني يعتبر أحد الوسائل الأساسية لدعم هذه المحافظة استثماريا؟ دعم الفنادق بمعنى إيه؟ يعني دعمها إزاي؟ يعني قد يكون دعمها عن طريق يعني إصدار بعض التسهيلات لأصحاب هذه الفنادق يعني أو قد يكون دعمها دعما ماليا يعني أكيد تخفيض الضرائب يعني أكيد دعم الدولة الدولة دلوقتي عليها عبء كبير يعني عليها عبء مادي كبير فهيبقى من الصعب جدا دعمها إزاي الفنادق وهي قائمة بالفعل هي في حاجة إلى سائحين في حاجة إلى دولار زي ما بنقول هي في حاجة إلى السائحين فقط لكن صعب جدا دعم الدولة لها غير من خلال تسهيلات زي ما حضرت زكارتي من خلال تخفيض الضرائب أعتقد من الممكن أن يحدث ذلك الأمر الأستاذة باريام الشريف الكاتبة الصحفية بروزة اليوسف كنت معنا في هذه الجولة الصحفية السريعة شكرا لك أشكر حضرتك وسعيدة جدا جدا باللقاء شكرا يا فنسي مجاهدين انتهت حلقة اليوم من الصحافة اليوم غدا بإذن الله حلقة جديدة فريق عمل جديد فإلى لقاء شكرا